بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفخامة في أفريقيا وذلك عبر تدشي مشروعات وبرامج مائية في دول قارة بقيمة التجاوز مليار دولار على مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في أربعة وخمسين دولة أفريقية كما بلغ جائحة للدول مخفضة الدخل وأن الاذن دين ما يشهد القطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية القانون الدولي للإنسان لأنه نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القصري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام